وإلى ملعب سنوية فليكس ومباراة كرة السلة التي نظمت من قبل رابطة كرة السلة لمدينة أنجمينة بحضور عدد كبير من محبي وعشاق كرة السلة عباس أبكر فريق ورسو في مواجهة بوستيل ديميل في مباراة الذهاب ضمن رابطة كرة السلة لمدينة أنجمينة الذي ينظم في فترة معينة بالتعاون مع الفيدرالية الشهدية لكرة السلة في الربع العول من بداية المباراة كانت الغالبة لفريق بوستيل ديميل الذي سجل فيه نقاط أكثر في سلة الخصم وبعد نهاية الربع العول عاد فريق ورسو بحماس أكثر ليسيطر على المباراة بتصديد النقاط في سلة نظيره لينتهي الشوط العول ب32 نقطة مقابل 28 نقطة لصاله فريق ورسو الشوط الثاني من المباراة رجع فريق ورسو بقوة نظرا لتوجهات مدربهم بتغيير أسلوب الفني للمباراة والذي ساعدهم بسيطرة على أرض الملعب وتسجيل نقاط في سلة فريق بوستيل ديميل لتنتهي المباراة ب78 نقطة مقابل 67 نقطة لصاله فريق ورسو وفي نهاية المباراة فقد عبر مدرب فريق بوستيل ديميل عن سبب خسارتهم هذا وقد شهدت المباراة حضوراً كبيراً من قبل محبي كرة السلة بثانوية فليكسي إبوي وبهذا الخبر الرياضي ننهي عرض نشر رئيسي لهذا المساء تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في أمان الله ترجمة نانسي قنقر